شيخ صالح نسأل عن كتاب الروح لابن القيم ما رأيكم فيه؟ كتاب الروح لابن القيم كتاب نفيس فيه بحوث علمية عظيمة وفيه بعض الأشياء غريبة ولذلك بعضهم يشكك فيه بعضهم يقولون إنما كتبه وألفه في أول أمره قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام بن تيمية ولكن الكتاب فيه أشياء غريبة من أمور الروح وقصص الأرواح والأموات وفيها أشياء صحيحة أو ثمينة أيضاً ومعلومات جيدة فيأخذ مما فيه من الخير والحق الواضح ويتوقف فيما عدا ذلك